طيب بدايةً كده إحنا عارفين إن الأزمة الإقصادية بتكتاح العالم كله والجميع بيعين ولكن إحنا في الوقت اللي كل الناس بتقن فيه إحنا بنحاول نتوسع إحنا كمصر مضلة الحماية الاجتماعية بتحاول إنها تشمل عدد أكبر من الأفراد ومش بس تشمل عدد أكبر من الأفراد تكون بتوفر مزيد من الحماية للأفراد اللي تحت مضلتها عملنا إيه الفترة اللي فاتت؟ خلينا نقول الأول إن الدولة المصرية زي ما سأت اكتفضلت ووسط كل الأزمة العالمية الكبيرة اللي موجودة ووسط هذا الضغط العالمي الكبير على الاقتصاد العالمي وطبعا على الاقتصاد المصري بشكل مباشر نقدر نقول لها كان من أهم أولوياتها هي الاهتمام بالمواطن المصري ورأس المال البشري لأنه ده الجزء الأصيل الحقيقي للتنمية الحقيقية المستدامة إذا كنا بنكلم على تنمية مستدامة يبقى العنصر الأساسي في هذه التنمية هو رأس المال البشري ومن هنا كانت أهم أولويات الدولة المصرية الحفاظ على المواطن المصري بشكل كلي وتنميته وتطويره وتحسين أداؤه سواء كان على المستوى العلمي أو على المستوى الصحي أو على ما يقدم من ختمات أخرى اجتماعية ده كان هدف الدولة والهدف الرئيس الحقيقي اللي هو حماية البنائية ده من مصري ده هذا الرجل الذي نصب عيني وهو الوحدة الحقيقية لكيانة الدولة ككل ومن ثم ابتدت الدولة تحط في برامج الحماية الاجتماعية بتاعتها العديد والعديد من المبادرات هنتكلم أكيد عنها بالتفصيل ولكن اللي يهمني أن أرجع الأرقام الموازنة اللي سيادتك تفضلت وقلتها لما أنا يبقى عندي ضغط اقتصادي علامي بهذا الشكل وأنا أزود حوالي 48% من موازنتي لشبكة الحماية الاجتماعية يبقى أنا بقول كده بشكل مباشر أنا ما ليش دعوة اللي بيحصل من ضغوط اقتصادية تتحملها قطاعات أخرى بس المواطن المصري هو نصب عينينا وده كان هدف الحقيقة الدولة المصرية وده يعني يمكن تكون نقطة من نقطة اللي مجلس النواب أشاد بيها لأن رغم من الموازنة العامة فيها إشكالية كبيرة جدا وهي أنها دخلة في عصر اقتصادي نقدر نقول فيه عصر شديد جدا إلا أن الحماية الاجتماعية والمواطن لا مساسة به لا مساسة بالدعم المرتبط باستهلاكات المواطن وإحتياجاته الأساسية كل الخدامة اللي بتقدم طلبنا أنها تزيد زيادة سكانية كبيرة جدا ومنسمى لابد نساء تكتوجها